يبقى الهاجس التعليمي دائماً الشغل الشاغل لكثير من المجتمعات فتطوير هذا القطاع الحيوي يعني تطوير بقية القطاعات ونجاح كل مجتمع يقاس بنجاح التعليم فيه اليوم رح نتكلم عن تطوير العملية التعليمية ودور جمعية المعلمين في ذلك مع ضيفنا في الستيديو الأستاذ انطيع حمد العجمي رئيس جمعية المعلمين الكويتية حياك الأستاذ الله يحييك استاذنا ويحييكم وحيي مشاهدين ومشاهداتي نعم حياك الله أكيد اليوم بنتكلم عن التعليم أكثر ودور جمعية المعلمين ومساندتهم للتعليم بحد ذاته لكن نبتديها بخبر جميل وهو التعديلات اللي حصلت على كادر المعلمين اللي أقروا في مجلس الأمة قبل رمضان نعم في البداية مثل ما تفضلتي هذا الإنجاز اللي تحقق في الأسابيع الماضية وهي تعديلات مستحقة على قانون كادر المعلمين اللي تحقق بـ 2011 وهذا الإنجاز يأتي استمرار الإنجاز السابق في تعديلات مستحقة على هذا القانون وهي تعديلات سعينة من أجلها في فترة ماضية في جمعية المعلمين من خلال مجلس الأمة وفي اجتماعات متكررة ومساعي طويلة أخذت هذا الزمن الطويل في إقرار هذه التعديلات ولذلك يحق لنا اليوم أن نسمي هذه التعديلات هي إنجاز يضاف للإنجاز السابق هذه التعديلات أتت أهميتها من أهمية المحافظة على المكتسبات المادية لأعضاء الهيئة التعلمية الكويتيين والتي تم إقرارها في عام 2011 تأتي هذه الأهمية من خلال استعادة حقوق المعلمين حديثين التعيين بأن يتعين المعلم حديث التعيين على مستوى معلم دال وهي المستوى الذي يناسب مؤهل الجامعي بالإضافة إلى إضافة كثير من المسميات الوظيفية التعليمية إلى هذا القانون وهي الفئات التي تم هضم حقها في السابق من خلال تفسيرات لبعض الجهات الحكومية بحرمانها من هذا الكادر والذي سعينا أن يكون بيئة الرجعي لو لا اعتراض كبير من الحكومة في هذه التعديلات كذلك من خلال أيضا المحافظة على كل البدلات والمكافآت ونزولها في الإجازات التي تكون براتب كامل للمعلمين بالإضافة إلى المحافظة على مكافأة نهاية الخدمة بأن يحصل المعلم بعد عمر طويل وبعد سنوات من العطاء والخدمة داخل وزارة التربية يحصل هذا المعلم على مكافأة نهاية الخدمة والتي تعتبر أقل القليل في حقها من ناحية أداء لهذا العمل التربوي طول هذه الفسنوات فالآن هذه المكافأة ستكون بحسب آخر راتب شامل حصل عليه هذا المعلم دون نقصان لأي بدل أو أي مكافأة من المكافآت يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الكثير من القرارات هدرت في هذا الموضوع شون تشوفوا تواصلكم مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة نعم من خلال صراحة هذا البرنامج أنا أوجه تحية خاصة صراحة لإخواني أعضاء مجلس الأمة على تفاعلهم مع التعديلات التي قدمناها في جمعية المعلمة الكوتية على القانون هذه التعديلات نالت من البداية على موافقة الأعضاء في اللجنة التشريعية ثم بعد ذلك انتقلت إلى اللجنة التعليمية واخذنا فيها عدة اجتماعات مع مختلف قطاعات أو وزارات الدولة المعنيين في هذا القانون لقينا كل التشجيع والتحفيز من أخواننا في اللجنة التعليمية حتى رأت هذه التعديلات النور في قاعة عبدالله السالم اليوم في اللجنة التعليمية بعد ما أنجزنا هذا القانون بانتظار انطلاق الدولة العقادة القادمة لمجلس الأمة إن شاء الله في شهر أكتوبر القادم سنسعى معهم إن شاء الله للعديد من القوانين التي تهم المعلمين ونسعى من خلالها لتطوير العملية التعليمية أكيد وهذا اللي إحنا نتمنى أكيد أن التعليم يرتقي إلى مستوى أفضل هذا بالنسبة لتعاونكم وتواصلكم مع اللجنة التعليمية لكن هناك البعض يتهم الحكومة بالتقصير في دعم العملية التعليمية هل هذا صحيح؟ في البداية إذا أردنا أن ننهض بأي مجتمع لا بد أن تكون على سلم الأولويات هي قضية التعليم اليوم إذا كنا نطالب بتحسين مستوى التعليم أو تطوير التعليم دون أن يكون هذا التعليم على سلم الأولويات للسلطتين التشريعية والتنفيذية فما رح نستطيع النهوض بهذا التعليم اليوم إذا ذهبنا إلى برنامج أعمال الحكومة أو حتى أولويات السلطتين حتى نواب المجلس الأمة أو حتى الحكومة ما وجدنا التعليم في سلم الأولويات سننظر إلى أن لا يمكن تطوير هذا التعليم أو هذه المنظومة التعليمية دون دعم الأقوى السلطتين في البلد وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولذلك نادينا من سنوات وما زلنا ننادي بأن يوضع التعليم على سلم أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن ينال كل الاهتمام والرعاية من أجل تطوير هذا التعليم نعم أيضا هناك انتقادات كثيرة على الكادر التدريسي خاصة من ناحية المدرسين الحديثي التخرج دائما ما يقول أنه المدرس غير مؤهل وهو صغير بالسن وما يعرف يتعامل مع الطالب شون تشوف هذه الانتقادات نعم ما في شك أن ننال كثير من الانتقادات وخصوصا من خارج الميدان التربوي وهذا يحق لأن قضية التعليم تعتبر أولوية لدى المجتمع لدى أولياء الأمور ولدى حتى الطلبة فلا شك أن هذا التعليم ليس كل بيت فلذلك يلحظ ولي الأمر يلحظ الأب والأم والطالب وأيضا المعلم موضوع الكادر التعليمي أو الأعضاء لهيئة تعليمية ما في شك أن هناك تمييز كبير في أعضاء لهيئة تعليمية في المستوى العلمي وأيضا في المستوى الثقافي وأيضا في التمكن في المادة العلمية لكن ما في شك أن هذه رسالة لا بد أن توجه لصاحب القرار في وزارة التربية اليوم تعقد كثير من اللجان التعاقدات المحلية والخارجية يتم من خلالها استقطاب معلمين جدد لوزارة التربية في مختلف التخصصات لا بد أن يراعى في هذه اللجان وضع معايير محددة للتعاقد مع الكفاءات من المعلمين في الدول العربية اليوم لا يكون معيارنا فقط هو سد العجز والنقص في تخصصات معينة هذا خطأ كبير نرتكبه في حق أبنائنا الطلبة اليوم لا يكون الهاجز هو فقط سد العجوزات في تخصصات معينة بل لا بد أن أبحث عن الكفاءة في كل التخصصات نعم تعاني وزارة التربية من وجود نقص في بعض التخصصات وخصوصا التخصصات العلمية ما يكفيها خرجين كلية التربية وكل التربية أساسية ولذلك لا بد أن تسعى الوزارة إلى تحفيز هذه الكفاءات من المعلمين الجدد إلى الانخراط في مهنة التعليم لكن وفق معايير محددة ووفق أيضا آليات محددة لا يتم معيار القبول فقط للشهادة الجامعية الشهادة الجامعية هي السلم الأول للتعيين نزيل أستاذي شنو هي المعايير الأساسية اللي أنت تشوفها من وجهة نظرك يجب أن تتوافر في هذا الشخص اللي راح يعلم ولدي أو يعلم بنتي نعم فيه هناك مجموعة من الدورات التدريبية لا بد أن يسألها المعلم لاجتيازها وخصوصا التخصصات الغير تربوية اليوم طالب كلية التربية أو التربية الأساسية يكون أخذ مجموعة من المواد في كلية التربية أو التربية الأساسية خارض من خلالها علم النفس التربوي وغيرها من المواد التي يستطيع أن يتعامل مع هذا الطالب لكن فيه أيضا كليات أخرى مختلفة لا تقل أهمية أيضا في سد العجز وهذه التخصصات من الكليات الأخرى أيضا لا بد أن نسعى إلى تطوير خرجين هذه الكليات والانخراط في مجال التعليم خصوصا أن وزارة تربية في الفترة الماضية منعت بعض التخصصات على أبنائنا الكويتيين خرجين هذه الكليات وهذا القرار يحتاج إلى أعادة نظر أشلون منعتهم؟ ما أسمع أشلون تم المنع؟ تم المنع بناء على التخصصات هذه التخصصات بسبب اكتفاء وزارة تربية فيها من المعلمين الغير كويتيين تم استبعاد الخرجين هذه الكليات من أبنائنا الكويتيين لكن هذا القرار يحتاج إلى أعادة نظر يحتاج أن يكون هناك دراسة لاستقطاب هذه الكفاءات الكويتيين لأنهم أبنائنا ودفعت عليهم الدولة أموال طائلة في تدريسهم في كل المراحل حتى أنهو المرحلة الجامعية وإضافة إلى ذلك أنهما الأنسب لتدريس أبنائنا مع عدم التقليل من جهود جبارة يقوم فيها أخواننا المعلمين من أخواننا الوافدين في مختلف التخصصات والذي يشاركوننا اليوم في بناء هذه الأجيال والدفع بتطوير العملية التعليمية نعم استاذي هناك عتب كبير على وزارة التربية خاصة من ناحية المدرسين يعني هناك مناهج جديدة قاعدة تفرض على العملية التدريسية خلنقول مثل نظام الكفايات والمدرس نفسه قد يكون مو مؤهل أنه يقدم هذا النظام هل هو فعلا عتب على وزارة التربية أنه لازم تعطي وقت كافي حق المدرس أنه يتشبع هذا المنهج عشان يقدمه للطالب نعم منهج الكفايات هي من المسجدات التربوية التي طرأت على وزارة التربية منذ سنوات قليلة وأخذ فيه مجال واسع في الناقد والأخذ والعطاء ما بين أهل الميدان التربوي ووزارة التربية ومختلف المتخصصين سواء في جامعة الكويت أو حتى في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو حتى في البنك الدولي وهو المسؤول عن هذه البرامج برامج التطوير في وزارة التربية منهج الكفايات هناك ناس تنتقد هذا المنهج وفيه ناس مثلا تذكر هذه الإيجابيات بغض النظر عن ذكر السلبيات والإيجابيات لابد أن ننطلق إلى ركيزة مهمة جدا في أي عملية التطوير بما أن هذا المنهج هو أحد مشاريع التطوير في وزارة التربية لابد أن يلتف كل مشاريع وزارة التربية في تطوير التعليم إلى المعلم المعلم هو الركيزة الأساسية لأي تطوير اليوم عندنا تطوير في المناهج وتطوير في المباني وتطوير في الأجهزة الإلكترونية وغيرها كل هذه إذا ابتعدت عن الركيزة الأساسية وهو المعلم ولم نسعى إلى تطوير هذا المعلم وإعطاء كل الوسائل التي تساعده على إيصال هذه المعلومات وهذه المناهج إلى الطلبة رح نشوف في نهاية الأمر أننا خسرنا كثير من الوقت والجهد والأموال دون النظر إلى أهم عنصر من عناصر العملية التعلمية وهو المعلم اليوم وزارة التربية في منهج الكفايات ارتكبت خطأ كبير في بداية التطبيق هذا الخطأ تمثل في عدم الاستعداد بتدريب المعلمين والمعلمات على هذا المنهج بل ساعة الوزارة في وقت متأخر إلى محاولة التدريب وكان حتى المحاضرين أو حتى مقدمي هذه الدورات كان ينقصهم الكثير من المعلومات عن هذا المنهج وتسبب هذا الأمر في خلل واضح في قضية التطبيق أيضا تأخرت الوزارة في إعداد قوائم ولوائح واضحة للتقويم الدراسي في منهج الكفايات وصلنا تقريبا إلى نصف العام الدراسي ما كان في آلية واضحة للتقويم وهذه من الانتقادات التي وجهناها في جمعية المعلمين إلى الوزارة في هذا الاتجاه اليوم أيضا خلل واضح في تطبيق منهج الكفايات في جزئية عدم تسلسل تطبيق المنهج الوزارة في العام قبل الماضي طبقت منهج الكفايات على الصف الأول في المرحلة التدائية ثم بعد ذلك في العام الماضي تم تطبيق المنهج على الصف الثاني والصف السادس فطالب الصف السادس ليس طالب خريج منهج كفايات من المرحلة التدائية فصار الخلل واضح في طلبة الصف السادس ولذلك تحتاج الوزارة إلى عادة النظر في التدرج في تطبيق منهج الكفايات على كل المستوى ولذلك اتخذت الوزارة في الآون الأخيرة توجه صحيح بإيقاف تطبيق منهج الكفايات على المرحلة الثانوية بالصف العاشر وهذا توجه محمود لخين دراسة كل الإيجابيات والسلبيات في تطبيق منهج الكفايات هل نقدر نقول أنهم لم يدرسوا بالشكل الكافي بحيث أنهم لم يطبقوا بالشكل الصحيح؟ الكفايات أخذت جهد كبير من وزارة التربية بمختلف فرق العمل والبنك الدولي وجامعة الكويت والهيئة العامل التعليمي التطبيقي ومختلف الشراء حتى من التواجه الفنية ومن أهل الميدان التربوي اشتركوا في هذه الفرق فرق وضع منهج الكفايات مع قطاع المناهج لكن ما في شك في أي مشروع تقع هناك أخطاء يجب تدارك هذه الأخطاء من خلال إعادة النظر في تطبيق هذا المنهج على المراحل الدراسية وخطوة تأجيل على المرحلة الثانوية تعتبر خطوة إيجابية في هذا الاتجاه نعم إذا بنت تكلم أكثر عن التواصل والتنسيق بينكم كجمعية يعني جمعية المعلمين مع المشروع الوطني لتطوير التعليم هل في تواصل مستمر بينكم؟ علاقة جمعية المعلمين الكويتية مع وزارة التربية عموما تمر بفترات ما بين المد والجزر بحسب وجود بعض المسؤولين في وزارة التربية ومعرفتهم بأهمية ودور جمعية المعلمين الكويتية جمعية المعلمين الكويتية هي تمثل أهل الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات وترفع كل آراء الواردة في أي موضوع أو مشروع تربوي إلى وزارة التربية بوضع سياسات واضحة لهذا المشروع التربوي من أجل أن يأخذ فيه صاحب القرار وهو في النهاية غير ملزم لصاحب القرار فلذلك في سنوات كثيرة كان هناك تعاون الآن في المرحلة الحالية في تعاون كبير مع وزارة التربية بقيادة الدكتور محمد الفارس وزير التربية وكذلك باقي القيادات في هذا الجانب نتأمل أن نكون هناك تنسيق أعلى من التنسيق الحالي في كل المشاريع ونتمنى أن لا يخرج أي مشروع تربوي يمس الميدان التربوي سواء من المعلمين والمعلمات أو حتى أبنائنا الطالبة دون الأخذ والاستشارة برأي أهل الميدان التربوي ولذلك أنا لا بد أن نشير إلى إشارة مهمة جدا أي مشروع تربوي لا يتم التسويق له بشكل صحيح لا يتم استشارة أهل الميدان التربوي وممثلهم جمعية المعلمة الكوتية بعد سنوات من التطبيق يصل إلى مرحلة الفشل وتضطر وزارة التربية إلى ألغاءه وعندنا نماذج كثيرة على هذا الأمر هذا اللي شفناه احنا في السنوات الأخيرة وشهدناه وشفنا أنه حتى أيضا الأمر السلبي أن الأهالي وأولياء الأمور أيضا مضايقين من هذا الموضوع الطالب نفسه ما هو عارف سنة يكون في مثلا امتحانين في نصف الفصل وامتحان فاينل بعدين السنة اللي وراها تغير هذا الموضوع عملية التغيير هذه المستمرة شون هي قاعد تأثر عليكم أنت وسلبا كمعلمين وأيضا على الطالب نفسه نعم ما في شك أن الميدان التربوي هو أكثر ميدان يحتاج إلى الاستقرار نعم على مستوى الطالب على مستوى المناهج الدراسية لكن هذا لا يمنع من التطوير يعني الجمود هذا شيء سلبي في أي ناحية ولذلك التطوير مطلوب لكن لا يكون بشكل مفاجئ اليوم اتخاذ القرارات التربوية هي لا بد أن تكون من أصعب القرارات التي تتخذ من المتخذ القرار صحيح لا بد أن يمر القرار التربوي من خلال مراحل معينة يتم من خلالها دراسة هذا المشروع التربوي وعرض على المختصين وأخذ الأراء بشكل كامل ومستفيد ثم بعد ذلك التطبيق الجزئي وهذا دائما ما ننادي فيه وزارة التربية أن يكون هناك تطبيق جزئي لأي مشروع بحيث أن يتم دراسة النتائج من هذا التطبيق الجزئي ثم بعد ذلك التعميم ونحن كنا نسميه هو التجريب قبل التعميم في أي مشروع لا بد أن يكون هناك تجريب وفترة تجربة لأي مشروع ثم بعد ذلك إذا في حال نجاح لهذا المشروع يتم تطبيقه وتعميمه على باقي المدارس نعم أتوقع أستاذي أنتو كمعلمين تحتاجون إلى التدريب والتأهيل المستمر لأي عملية تطوير لهذا التعليم هل دوركم كجمعية طالبته في هذا الأمر؟ نعم في كادر المعلمين في إحدى مواده في المادة الرابعة هناك مادة تدعو وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية إلى وضع برنامج تدريبي لكل أعضاء الهيئة التعليمية بل فتنظركم أستاذ دانا والمشاهدين والمشاهدات أن هذه المادة من صدور القانون في 2011 إلى اليوم لم يتم تنفيذها وطالبنا عدة مرات في أكثر من اللقاء مع أكثر من المسؤول سواء في وزارة التربية أو حتى في مجلس الأمة في اجتماعاتنا الأخيرة مع اللجنة التعليمية بتفعيل هذه المادة اليوم نحن لا نبحث للمعلمين عن فقط كادر ومزايا مالية أيضا يقابلها التدريب وتمهين لهذا المعلم ولذلك احنا ذهبنا إلى وضع هذه المادة في هذا القانون من أجل وضع برامج تدريبية يتم الاتفاق ما بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية من أجل تدريب هذا المعلم للرقي بأداءه مما ينعكس على أداءه داخل الفصل الدراسي وإذن مصلحة أبنائنا الطلاب نعم احنا قاعد نشوف أستاذي أن كل طالب أو طالبة يتخرجون من كلية التربية الأساسية على طول قاعدين يحطونهم في كراسي التعليم وأن يكون هو المعلم إلا أن البعض ينطبق عليهم أساسيات المعلم والبعض لا هل هذه هي أساس المشكلة عندنا هنا بالتعليم؟ ما في شك العملية التعليمية أستاذ دانا هي مرتبطة بسلسلة طويلة من دخول الطالب إلى كليات إعداد المعلم الطالب خرجت ثانوية العمل لما يذهب إلى كليات إعداد المعلم سواء كانت كلية التربية في جامعة الكويت أو كلية تربية أساسية في العمل التعليم التطبيقي هذا المنتج لا بد أن يكون هناك برنامج مكثف لإعداد هذا المعلم وهذا اللي أنتوا سعيتون نعم وهذا اللي إحنا سعينا فيه كذلك هذه الكليات لما تعد هذا الطالب ثم يتخرج ولا يكون هذا الطالب مستعد للانخراط في مهنة التعليم ولذلك طالبت في فترات سابقة بعض كليات إعداد المعلم في أعتقد كلية التربية في جامعة الكويت بأن يكون هناك فصلين تدريب ميداني لهؤلاء الطلبة بدلا عن فصل تدريبي واحد بحيث أن لا يكون هناك طالب يخرج من هذه الكليات ما يكون أخذ استعداده الكافي والكامل للانخراط في مهنة التعليم نعم أستاذ إحنا مستمرين معاك وعندنا أسئلة كثيرة لكن مشاهدين روح الفاصل أراد لكم رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل وقاعدين نتكلم عن العملية التعليمية في الكويت وعن إيجابياتها وسلبياتها خاصة في الآونة الأخيرة استاذي نستكمل حوارنا ونتكلم أكثر عن وجهة نظرك من تعاقد وزارة التربية مع مدرسين فلسطينيين شون تشوف هذا الموضوع حاليا إذا طبق نعم وزارة التربية سعت من سنوات إلى التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين والكل يعرف يعني عندنا بكويت كان لهم دور كبير لأخواننا المعلمين الفلسطينيين في بدايات حتى تأسيس التعليم في دولة الكويت حتى ما قبل الاستقلال أو حتى بعد الاستقلال كان لهم دور كبير في هذا الاتجاه مع غيرهم من أخواننا من أبناء الوطن العربي وأيضا المعلمين الكويتين رواد التعليم في دولة الكويت بغض النظر عن جنسية أي معلم نحن نبحث دائما عن الكفاءة في أي تخصص من التخصصات أكد على اللي تكلمت عنه في بداية هذا اللقاء أن اليوم الحرص على سد الشواغر والاحتياجات لوزارة التربية في كل التخصصات سواء كانت العلمية أو حتى الأدبية في المواد لا بد أن نسعى إلى الكفاءة بغض النظر عن الجنسية اليوم توسعت هذه الدائرة بالبحث عن معلمين في كده قطر وكده دولة عربية هذا شيء إيجابي لكن لا بد أن نسعى إلى التميز في اختيار هذه الكفاءات لتدريس أبناءنا لكن هناك عائق كبير جدا يواجه المعلمين في وزارة التربية اللي هم المعلمين الوافدين وهذا لا بد أن يكون هناك إعادة نظر في هذا الاتجاه وهما يتعلق في رواتبهم أو في الحوافز المادية لتشجع هؤلاء المعلمين للقدوم إلى دولة الكويت وتدريس أبناءنا الطلبة في مدارسنا نعم بلا شك استاذي أيضا من أحد الأمور اللي أنت تطرقت لها في الجمعية هو قانون حماية المعلم كلمنا عن هذا الموضوع أكثر نعم هو مقترح قانون حماية المعلم هذا المقترح ما هو جديد ولم يتبنى مجلس إدارة الحالية لجمعية المعلم الكويتية بل هو من سنوات طويلة أخذ بعد كبير في الطرح والنقاش حوله داخل لجان مجلس الأمة هذا القانون يعتبر قانون حضاري سيحول باختصار طبعا فيه هناك مواد كثيرة داخل القانون لكن هو باختصار سيحول المدرسة إلى حرم مدرسي مثل الجامعة حرم جامعي الهدف منها هو حماية هذا المعلم وكل العاملين داخل المدرسة من أي اعتداءات تكون من داخل المدرسة أو حتى من خارج المدرسة اليوم إذا ما شعر هذا المعلم أو جميع العاملين داخل المدرسة بالاستقرار الوظيفي والاستقرار حتى النفسي والاستقرار حتى الأمني داخل محيط المدرسة لن يكون هناك أعطاء وبذل واطمأنينة في قضية أداء واجبهم ورسالتهم داخل أسوار المدرسة هذا القانون في عدة بنود مهمة جدا أولها هو تحويله إلى حرم مدرسي يتمتع بكل مميزات الحرم الجامعي أيضا ضفنا مادة مهمة جدا على هذا القانون وهي السماح بل الوجوب باطلاع كل المعلمين على تقاريرهم السنوية في نهاية العام الدراسي بحيث يتمكن المعلم أو المعلمة من الاطلاع على تقرير الكفاءة أو تقويم الكفاءة السنوية في نهاية العام الدراسي بحيث يطلع هذا حق أصيل له في قضية الاطلاع دون البحث عن السرية والمبررات الغير منطقية في طلب السرية كلها مبررات غير منطقية نهائيا ولذلك سنسعى إلى إقرار هذا القانون من أجل الحصول على هذه المميزات وأحدها هو الطلاع المعلم على تقرير الكفاءة السنوي دون أي حجب لأي معلومات قد يحتاجها المعلم في تقريره لأن هذا يترتب عليها ترقيات وظيفية وأيضا ترقيات مادية صحيح استاذي ذكرت موضوع تلك هو أن يشعر المعلم بأمان في داخل المدرسة وأيضا الطالب يحتاج أن يشعر بأمان داخل المدرسة في الآوينة الأخيرة ظهرت الكثير من الأخبار التي تداولها الصحف عن عمليات عنف تحدث بين الطلبة ويعتبرها هذه مثل ظاهرة دور الإخصائي الاجتماعي في هذا الموضوع شون تشوفها طرحت كثير موضوع ظاهرة العنف في مدارس دوت الكويت أنا شخصيا لا أسمي هذه المشكلة هي ظاهرة ولم ترقى إلى موضوع الظاهرة هي حالات فردية قد تحدث لا ننكرها ولا نتجاوزها في كثير من الأحداث التي تقع في مدارسنا ولا بد من معالجتها في إطارها التربوي الإنساني لكل حالة على خده ولذلك اليوم حالات العنف التي تكون في مدارسنا هي محدودة ولها أسباب ولها معالجات محددة لا بد أن توضع في إطارها التربوي والقانوني لكل حالة على خده ولذلك اليوم مثل ما نحن نحمي المعلم أيضا لا بد أن نحمي هذا الطالب سواء ما كان العنف المتبادل مع زميلة الطالب الآخر أو حماية حتى المعلم من الإثداع سواء من الطالب أو من غيره من خارج المدرسة ولذلك هذه ليست طاهرة على مستوى مدارس الكويت وخاصة أن في بعض الفئات العمرية هي فئات مراهقة تحتاج إلى تعامل معين تحتاج إلى دور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي في احتواء هذه الحالات ولذلك اليوم هذه المهنة مهنة الأخصائي الاجتماعي مع باقي المهن المساندة للمعلم داخل المدرسة لا بد من الاتفاة لها من خلال دعمها في الحوافز الوظيفية والحوافز المادية حتى نرتقي لأن كل عناصر العملية التعليمية ستصب لصالح هذا الطالب إذا سعينا اليوم الاستقرار المعلم واستقرار الأخصائي واستقرار الإداريين في شؤون الطلبة والسكرتاريا وغيرها من الوظائف المهمة داخل المدرسة ما في شك هذا كله رح يعود إلى أبنائنا الطلبة نعم دوركم في جمعية المعلمين حطيته استراتيجية جدة مهمة وهي مدتها خمس سنوات إذا لو تكلمنا عن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية نعم يمكن قد يكون يعني من نافلة القول أن الإنسان يتكلم أو يتحدث عن جمعية وهو يقودها اليوم في ظل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت اليوم جمعية المعلمة الكويتية تعتبر من رائدة الجمعيات النفع العام بل من أقدم الجمعيات أو مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الكويت تأسست من أوائل الستينات بعد الاستقلال مباشرة هذه الجمعية تداول على رئاستها وعضوية مجلس إدارتها كثير من رجالات الكويت من مؤسسين التعليم من سنوات طويلة إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من مكانة مرموقة لجمعية المعلمين الكويتية سعينا في مجلس الإدارة أن نستكمل خطة أخواننا في مجالس الإدارات السابقة لأن وضعنا اليوم خطة استراتيجية عبارة عن خطة خمسية لمدة خمس سنوات هذه الخطة عمل عليها فريق متخصص لوضع الخطة الاستراتيجية أتت اليوم استكمالا للخطة الاستراتيجية السابقة التي وضعها مجلس الإدارة الأسبق من أجل استكمال عمل الجمعية في هذا المجال ومن أجل أيضا أن يكون هناك رؤية واضحة لإدارة هذه المؤسسة من أجل خدمة المعلم والارتقاء بمهنة التعليم نعم جميل جدا أننا نرى من قاعد 90 إلى عملية تطوير التعليم ومساندة المعلم بحد ذاته هذه خطوة جدا جميلة لكن لو بنتكلم أكثر عن خطتكم المستقبلية والحلول المقترحة نعم نحن في جمعية المعلم الكويتية قدمنا كثير من المشاريع مع تولي الدكتور محمد الفارس وزير التربية مهام وزارة التربية في الفترة الماضية تقدمنا بعدة مشاريع كان أول مشروع وهو هاجس لأهل الميدان التربوي وهي قضية الوظافة الإشرافية اليوم نعاني في وزارة التربية من قضية تعتبر أزلية بسبب عدم الجدية في وجود الحلول أو اتخاذ القرارات المناسبة لحل هذه المشكلة قدمنا عدة مقترحات في السابق وهي مقترحات عملية من أجل تحريك عجلة الترقي في الوظائف الإشرافية بسبب تكدس المنتظرين على سلم الانتظار هذه الحلول وهذه المقترحات سهلة التطبيق وواقعية وتحتاج فقط إلى اتخاذ القرار هل قاعد يأخذونها بعين الاعتبار؟ نحن اليوم أملنا كبير في الدكتور محمد الفارس وكل قيادات وزارة التربية في أخذ هذه المقترحات من الأدراج ووضعها على الطاولة واتخاذ القرار المناسب فيها حتى يكون هذا الاستعداد للعام الدراسي إن شاء الله القادم يكون حلينا جزء كبير من هذه المشكلة وهذه القضية في الفترة القادمة النقطة الأخرى هو ما يتعلق في المرحلة الابتدائية طرأ كثير من التعديلات على المرحلة الابتدائية وهي تعتبر من المراحل الأساسية في التعليم هناك ما يتعلق في توقيت المرحلة الابتدائية قدمنا رؤيتنا الواضحة في توقيت المرحلة الابتدائية أيضا في وثيقة المرحلة الابتدائية في حصة التنمية وطالبنا في عدة لقاءات وكان آخرها لقاءنا مع وزير التربية بإلغاء حصة التنمية لعدم الجدوى وجود هذه حصة التنمية بل وجود سلبيات كثيرة في تطبيق هذه الحصة في العام الدراسي الماضي تم تطبيق هذه الحصة حصة التنمية قد يكون صاحب القرار له رؤية مختلفة في وجودها لكن من خلال التطبيق تبين وجود سلبيات كثيرة في تطبيق حصة الترمية ولذلك ندعو اليوم وزارة التربية إلى إلغاء هذه الحصة والعودة إلى التوقيت السابق للمرحلة الابتدائية نعم نتمنى أن كل المطالب هذه يتم أخذها بعين الاعتبار استاذي ذكرته فيما سبق أن المعلم هو الركيزة الأساسية هل فعلا لحين نحن في الواقع وفي مجتمعنا وفي الوقت الحالي نشوف أن المعلم هو الركيزة الأساسية في المجتمع نعم هناك بعدين النظر للمعلم هناك النظرة داخل متخذ القرار داخل وزارة التربية للمعلم وهناك النظرة الاجتماعية في هي من المجتمع تنطلق لهذا المعلم ما في شك أنه لابد أن يكون هناك مكانة مميزة للمعلم يرى لها كل أفراد المجتمع أن تكون وظيفة أو مهنة المعلم هي المهنة الأولى في كل المهن والوظائف ينظر لها بالاحترام والتقدير لأجل هذا المعلم الذي يعتبر هو الأب لهذا الطالب ونسلم هذه الأمانات أبناءنا الطلبة في أوقات كثيرة يجلس معه أبناءنا الطلبة يعليهم ويؤدبهم في مدارسنا النظرة الأخرى نظرة متخذ القرار وصاحب القرار داخل وزارة التربية لابد أن يكون المعلم هو الركيز الأساسية في أي مشروع تطويري إذا ابتعدنا في كل مشاريع التطوير عن هذا المعلم لن ينجح أي مشروع ولذلك لابد من العودة إلى هذا المعلم معرفة احتياجاته الوظيفية والتدريبية والمادية وكل ما يتعلق بنهضة هذا المعلم وتطويره نعم أستاذي دور المعلم جدا كبير وهو تربوي وتعليمي يعني بالنسبة للطالب هو الصديق المصاحب لها أثناء المدرسة اللي يعطيه المعلومات الكافية وأيضا يوجهه إلى الوجهة الصحيحة في الحياة شون تشوف العلاقة بين أولياء الأمور والمعلم نفسه نعم ما في شك أن اليوم أولياء الأمور هم يعتبرون آبائنا وإخواننا ولذلك هم مقدرين جدا لمهنة التعليم وهناك أصلا في مجالس للأباء داخل مدارسنا وهذا حسب لوائح وزارة التربية توجد هناك مجالس للأباء وهناك علاقة وطيدة ما بين إدارة المدرسة وولي الأمر وهذا المفترض أن يكون موجود في كل مدارسنا ورياض الأطفال بحيث يكون ربط الأطولي الأمر بكل ما يتعلق بالطالب والاطلاع على كل ما يتعلق بدراسة الطالب وأيضا سلوكه داخل المدرسة وهذا التواصل هو ركيزة مهمة جدا في قضية معرفة مشاكل الطالب أو حتى تحفيزها لتجاوز أي مشاكل قد تحدث له خلال العام الدراسي نعم أكيد أستاذي هذا يبنحك في سؤال هل أنت من وجهة نظرك تشوف أساس نجاح الطالب من البيت ولا من المدرسة نفسها بالشراكة مع الأثنين اليوم لا يمكن الاستغناء عن وجود البيت ومتابعته لهذا الطالب ولا يمكن الاستغناء عن المدرسة ومتابعتها أيضا للطالب وللأمر اليوم يجعل هذا الطالب من الساعة 7.30 الصبح في هذه المدرسة أمانة عند إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين في هذه المدرسة إلى نهاية الدوام المدرسي ما في شك إذا ما كان هناك متابعة مستمرة لكل أبناءنا الطلبة وحثيثة وأيضا اطلاع للبيت ولي الأمر على كل ما يحدث وحقد الاجتماعات دورية وهذه موجودة في أغلب مدارسنا أن يكون هناك لقاءات دورية ما بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية والمعلمين للاطلاع على آخر مسجدات التربوية نعم أستاذي في كثير من الطلبة يعني في الأولى الأخيرة طلعوا باختراعات جميلة وارتقوا في المستوى التعليمي خاصة في مسابقات مدرنجولنها عالمية شون ممكن نستفيد منهم ونطورهم هذه دعوة لوزارة التربية اليوم أن اليوم عندنا كثير من أبنائنا الطلبة وحتى ترى من أبنائنا المعلمين والمعلمات من أخواننا وزملائنا المتميزين المميزين الحاصلين على الشهادات العلمية وبراءات الاختراع وكذلك الجوائز الإقليمية والعالمية قبل حوالي شهر كرمنا في جمعية المعلم الكويتية الفائزين في جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وهذه الجائزة عالمية يتم من خلالها وضع المعلم المتميز أو فئة المعلم المتميز والطالب المتميز حصلت دروة الكويت على ثلاث مراكز في هذه الجائزة تم تكريمهم في جمعية المعلم الكويتية بحضور وزير التربية وتم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز تحفيزية لهم في هذا الاتجاه واليوم هذا دور أيضا الدولة في رعاية الموهوبين ورعاية المتميزين من أبنائنا سواءنا الطلبة أو حتى المعلمين أستاذي هل المعلم نفسه يقدر أنه هو يميز الطالب الموهوب اللي عنده ممكن أفكار غير اعتيادية وحبة للاختراعات ويقدر يميز الطالب اللي ممكن يكون مستوى متدني ويحتاج إلى تطوير أكثر هل المعلم يقدر يميز هذا الشيء؟ ما في شك من خلال التواصل المباشر اليوم ما بين المعلم والطالب يستطيع المعلم أن يميز الطالب أو يكتشف المواهب داخل الفصل الدراسي أبنائنا فيهم كثير من المواهب والقدرات لكن تحتاج إلى اكتشاف وصقل لذلك اليوم عندنا مركز الشيخ صباح الأحمد للمواهب والإبداع هذا المركز أيضا في تعاون ما بينه وما بين وزارة التربية في قضية الطلبة الموهوبين والمتميزين من أجل استقطابهم وتحفيزهم والعمل على اكتشاف مواهبهم الأخرى خارج أيضا الدوام المدرسي نعم أستاذي شون تشوف المعلم اللي يبادر شخصيا بمبادرات شخصية بحثة أنه يأخذ مجموعة من الطلبة مثلا ويروح يوديهم في رحلة معينة أو يوديهم إلى مناسك العمرة شون تشوف هذا النوع من المبادرات نعم في كثير مبادرات عندنا في الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات في قضية وجود الأنشطة وغيرها واليوم عندنا قطاع مهم وهو قطاع الأنشطة التربوية والتنمية في وزارة التربية وهذا القطاع مهم جدا في قضية أيضا إخراج الطالب من الجو المدرسي في قضية عمل رحلات خلال أيام العام الدراسي الخروج من الجو الدراسي إلى رحلة مميزة إلى مكان مميز من أجل أيضا خلق جو من الألفة ما بين الطلبة وهذا كلها يعني تحفيز للطالب وعلاقة ود ما بين الطالب وما بين المعلم صحيح إذا نستاذي المعلم المتميز في معلمين سبحان الله يحطوا لهم بصمة بين الطلبة وأمام إدارة المدرسة ووزارة التعليم أنهما طريقة شرحهم للمادة نفسها وتوصيل المعلومة تكون متميزة جدا شنو يحصل هذا المعلم المتميز في وزارة التربية في العديد من المعلمين المعلمات متميزين جدا بل بعضهم وصل إلى مرحلة خدمة طالت حتى 30 سنة وهذه الكفاءات نفخر فيها اليوم في الميدان التربوي بل تحرص حتى الإدارات المدرسية على تمييزهم داخل المدارس في الأغلب أن يكون هذا المعلم أو هذه المعلمة حتى للمراحل السنية الأصغر لأنه هو الخبرة وهو الكفاءة في توصيل المعلومة الصحيحة إلى هذا الطالب ولذلك اليوم ندعو وزارة التربية إلى إعادة النظر في آلية تكريم المعلم المتميز هناك آلية في وزارة التربية لتكريم المعلم المتميز ويتم تكريمهم من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الله يحفظه في قضية اليوم العالمي للمعلم وهناك شروط قد تمنع المعلم أن يتميز بأكثر من سنة وقد يكون هناك خلل كبير في هذا الاتجاه وذلك أيضا ندعو إلى إعادة النظر في هذه الشروط قد يمنح المعلم المتميز أكثر من فرصة لتميز من أجل أن ينال هذا التكريم المستحق صحيح دائما التقدير يخلي المعلم أو الطالب أو إدارة المدرسة تكون متميزة أكثر وتقدم أفضل ما عندها للعملية التعليمية شكرا لك أستاذ مطيئ حمد العجمي رئيس جمعية المعلمين الكويتية على تواجدك معنا اليوم شكرا لكم والبرنامج كم المميز شكرا لك مشاهدين احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نلقاكم على خير بذن الله في حلقات قادمة فما لا